صباح الخير يا ليلة صباح الخير يا حسين انا هروح الشغل بقى ومش كل شوية التصل بيعتزهاكيني تبعد افتر الاول وبعدين مش هتوصل حالة معاك في المدرسة ولا ايه النهار ده اول يوم ولازم تروح توصلها لا 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 مش مهم بروح انت يوصليها تبعد عشان تفتر لا مش مهم مش عايز افتر طيب ما تنساش النهار ده معادي الدكتور عشان يحدد معادي الولادة لا طبعا انا مش ناسي انا فاكر كويس قوي يا رب يطلع بقى المرة ده ولد ولد او بنت كلهم حلوين لا مش كلهم حلوين انا نفسي فولد وانت عارفة كده كويس طيب خلاص خلاص ان شاء الله يطلع ولد المهم ما تنساش معادي الدكتور صباح الخير يا ماما صباح الخير يا بابا اهلا صباح الخير يا الله سلام وبابا ليه بيعملني كده دايما مش بيرد علي ومش بيعملني كويس وبعدين النهار ده اول يوم في المدرسة مش المفروض يوسلني وييجي معايا معلش يا حلا اصل هو مشغول ومش فاضي انا هوصلك لا يا ماما مش عشان مشغول هو على طول بيعملني كده انا بحبك قوي يا ماما عشان حضرتك بتحبيني لكن بابا مش بيحبيني يا حبيبتي لا هو بيحبك برضو يلا بقى عودي كلي يا رب المرة دي بقى ييجي ولد لا انا عايزة بنوتة عشان تبقى اختي وتلعب معايا سكوتي انا مش عايز بلد تاني خلاص انا عايز ولد يعني ماما لو ولدت بنت هتزعل يا بابا ايوة طبعا هزا وبعدين سكوتي ما تتكلمش كتير حاضر يا بابا الف ممروك يا مدام ليلة بنت زي القمر ايه بنت ايه ده انت زعلانة ولا ايه لا طبعا انا مش زعلانة انا مبسوطة قوي الحمد لله اما اطلع بقى فرح الاستاذ حسين نر يا دكتور هو ولد ولا بنت الحمد لله بنت جميلة وزي القمر ومدام ليلة صحتها كويسة تقدروا تتفضل انا فرحانة قوي يا مابا بنت تاني يا ليلة وانا هعمل ايه يعني ربنا عايز كده انت عارفة ان انا كنت عايز ولد ويهي المشكلة يا بابا ما هي بنت جميلة او امورة خالص اهي يوه انا مش اخلص من الكلام ده يلا بينا على البيت ليه يا حسين كل الزعل ده مش معقول ربنا اراد كده هنعمل ايه بقولك ايه انا طالع نام نام انت وبناتك بقى في القضة التانية هو بابا زعلان كل ده ليه هم البنات وحشين لا يا حبيبتي البنات حلوين بس هو بابا كان نفسه بقى المرة دي فولد معلش تعالي بقى نطلع ننام عشان انا تعباني قوي يلا بينا يا ماما هو كل مرة بنت بنت انا زهقت خالص انا لازم اثبهم وامشي انا مش عايزهم في حياتي انا هتجوز واحدة تانية وخلي في الاولاد اللي انا عايزها يلا يا حالا نامي بقى وبطلي كلام عندك مدرسة الصبح تصبحي على خير يا ماما وانت من اهل الخير يا حبيبتي بقى معقول هتدي يزعل ان عنده البنوتة الحلوة دي يلا نامي احنا كمان انا هسافر من بلد دي خالص مش عايز اشوفهم ولا عايز اسمع عنهم حاجة تبقى تربي بقى هي بناتها يا ده بتصحيني من النوم وانت بتعيتي حاضر حاضر انتي جعانة الحمد لله انها نامت اما صحي حسين بقى عشان يفتر ويروح الشغل ويوصل حالا معا المدرسة من اكيد مش هقدر اوصلها النهار ده حالا يا حالا يلا اسحي يلا ايوا يا ماما انا خلص صحيت طب يلا ام البسي وبالراحة بقى وما تعملش دوشة عشان اختك ما تصحاش اما روح اصحي بابا بقى حاضر يا ماما انا خلص هفوق خلص واقومه حسين يا حسين ايه ده هو راح فين اكيد صحي الواحد ونزل يفتر حسين يا حسين هو مش بيرد ليه معقول يكون راح الشغل وصابنا نايمين لا اما اتصل بي ايه ده التليفون مقفول ليه كده غريبة قوي مش عارفة اعمل ايه طيب ابقى اكلمه كمان شوية اما اطلع اشوف حالا بقى انا خلص لبست وجاهزة هو يا ماما بابا هيوصلني المدرسة لا يا حالا بابا مش يا حبيبتي راح الشغل طب مين اللي هيوصلني المدرسة بقى انا هوصلك المدرسة طب والبيبي يا ماما هتسبيها الوحدة لا طبعا اكيد هاخدها معايا وتعالي بقى يلا عشان تفطري الاول ماما احنا هنسمي البيبي ايه احنا لسه مخترناش اسم ايه رأيك نسميها يارا خلص اما بابا يرجع من الشغل هقوله ان احنا هنسميها يارا يلا تعالي بقى عشان اوصلك المدرسة قبل ما اختك تصحف الطريق وتعيد يلا يلا مع السلام يا حبيبتي وما تمشيش بقى من المدرسة غير لما بابا يرجع ياخدك حاضر يا مام يلا باي باي مع السلامة اما اروح على البيت بقى واتصل بحسين اشوف هو فيه ايه معقول برضو الموبايل مغلق انا مش عارفة هو فيه ايه انا لازم معرف ايه الحكاية هو 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 اسكوتي بقى ما تعيطيش هو هو الحمد لله نامت يا خبر انا نسيت حلة في المدرسة اما اتصل بحسين تاني يارب يرد بقى لا مش معقول الوص امر لله اروح اجيب حلة من المدرسة تاني يلا بينا نروح نجيب حلة من المدرسة ايه ده حدرتك يا ماما والبي اللي جيت عشان تاخدوني تب بابا فين مش عارفة يا حبيبتي بابا فين المهم تعالي بس نرجع على البيت قبل ما اختك تسهى تعايد يلا اولي يا ماما بابا مش بيرد على التليفون مش عارفة يا حلة التليفون بتاعه مغلق وانا قلق انا عليه قوي انا هسيبك هنا مع اختك وخدي بالك منها حالما روح اشوفه في الشغل هناك وارجع ومش هتأخر حاضر يا ماما يا ترى اللي جرلك يا حسين السلام عليكم لو سمحت اهلا وسهلا يا فندم تحت امرك حضرتك ما تعرفيش فين مكتب حسين جوزي الاستاذ حسين حضرتك الاستاذ حسين من جيش ده مقدم على اجازة مفتوحة يعني ممكن ياخد سنة اتنين تلاتة هو حضرتك ما تعرفيش ولا ايه ها اجازة مفتوحة ازاي وكمان موبايله مغلق يا خبر هموت شكرة يا قوي بعد اذن حضرتك بقى كده يا حسين تسيبنا وتمشي انا والبنات اكيد انت زعلت عشان انا ما خلفتش ولد بس هعمل ايه ربنا اراد كده هنعمل ايه دلوقتي هنعيش ازاي ونتصرف ازاي الله يسمحك يا حسين وبابا فين يا ماما بابا اتأخر قوي لا خلاص يا حلا بابا مش راجع تاني بابا خلاص سبنا ومشي سبنا ومشي راح فين يا ماما حلا ادخلي نامي انتي بقى دلوقتي يا حلا انا مش عايزة اتكلم يلا ادخلي نامي انتي بقى اختك بتعيد يلا اسكوتي بقى انا تعبت من العياض يا خبر دي سخنة قوي اما اروح على المستشفى بسرعة يا دكتور طمني للأسف البنت حالتها صعبة جدا ومحتاجة تتحطي على جهاز التنفس هي خبر معقول دلوقتي حالا يلا مفيش وقت اختي مالها يا ماما بقى كده يا حسين تسيبنا وتمشي معقول الله يسمحك خير يا دكتور طمني على بنتي للأسف يا مادام البقاء لله بعد اذنكم يا حبابتي يا بنتي يا خزارة كانت هتبقى أختي لا 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 ده بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا حسين مالك في ايه مخدود كده ليه كبوس كبوس يا ساميحة طيب معلش خلاص اشرب شوية مية ونام لا لا انا هنزل عقود تحت شوية نامي انتي مش عارف ايه حكاية الكبوس اللي بيجيني كل يوم ده بركيلي يا ساميحة بركيلي خير يا حسين في ايه النهاردة فتحت مقر الشركة الجديد الفرع التاني مبروك يا حسين انا فرحانة قوي اكيد كل ده رزق البيب اللي هيتولد طبعا طبعا انت ان شاء الله هتجبيلي ولد ايوة احنا النهاردة معدنا مع الدكتور انت نسيت ولا ايه ايوة صحيح يلا شنروح المستشفى طيب نتغدى الاول احنا معدنا مش دلوقتي ليه يا حالة ملبستيش عشان اوصلك المدرسة يا ماما مانا قلت لحضرتك كل شوية سكرتلي المدرسة يقول لي فين المصاريف فين المصاريف وانا بقى مش هروح المدرسة تاني عشان شاكلي بقى وحش قدام صحابي معلش يا حبيبتي روحي النهاردة بس وانا ان شاء الله خلاص هتصرف يا ماما حضرتك كل يوم تقول ليه هتصرف ومش بتتصرفي معلش يا حالة انا كل الفلوس اللي معايا خلاص خلص وما بقاش باقي عندي حاجة ابيعها مفيش غير البيت ده اعمل ايه يعني ابيع البيت ونقعد في الشارع انا بدور على شغل ولسه مش لاقي معلش روحي المدرسة النهاردة وانا اكيد هتصرف لا يا ماما ارجوكي مش هروحي النهاردة ارجوكي سيبيني النهاردة يا ماما طيب خلاص بلاشت روحي النهاردة انا هسيبك في البيت بقى هنا واخرج دلوقتي ادور على شغل مش هرجع غير لما لقي شغل ماشي يا مام يا رب بتلاقي شغل بقى نفسي يبقى معنا فلوس خير يا دكتورة طمنيني خير يا دكتورة طمنيني ولد ولا بنت الحمد لله ولد بس بصراحة هو تعبان شوية واحنا اترينا نحطه في الحدانة بس المدام سحيتها كويسة تقدر تتفضل تشوفها لا طبعا المهم الولد تعبان شوية ازاي ايه ده انا ممكن اجيب له احسن دكاترة في ايه وريني عايزة اشوفه بسرعة دكتور الادفال بيتابع حالته هنطمنك ان شاء الله ايه لا لا سمحته ده يا سميحة الولد تعبان ايه تعبان شوية بس الدكتورة طمنتني وقالتلي ان ان شاء الله هيبقى كويس يا رب يبقى كويس انا هم حاجة عند الولد طمنين يا دكتورة ابني اخبره ايه دلوقتي للأسف انا كنت عايزة طمن حضرتك بس البقاء لله ايه ابني ابني اللي انا مستنيه بقى لسنين يموت لا مش ممكن يا استاذ حسين دا قضاء ربنا وحضرتك لازم تردى بي لا ابني ابني خلاص يا حسين هتفضل حزين كده على طول لازم ترجح تروح الشغل بقى دا قضاء ربنا ولازم نردى بي وان شاء الله ربنا هيعوضنا وهيديني الولد التاني اللي انت نفسك فيه انا نفسي في ولد افرح بيه ويشيل اسمي وهو اللي ياخد كل الفلوس والشركات اللي انا بعملها دي وانا بحوش كل الفلوس دي عشان مين مش عشان ابني اللي انا نفسي خلفه وافرح بيه صدق ربنا كده يا حسين مش لازم نزعل ابدا يلا بقى نطلع ننام ولازم تنزل شغلك من الصبح لا 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 داني نفسي الكبوس مش معقول انا تعبت ايه يا حسين بس انت كل يوم كده نفسي الكبوس يا سميح كل يوم نفسي الكبوس بأحلم ان انا بقع في الحفرة وعايز حد ينقذني ومفيش حد بينقذني معلش يا حسين اشرب مية وثم الله ونام مش عارف الكبوس ده وليه كل يوم بيجيلي ليلى انا كنت عايز اتكلم معاك في موضوع موضوع ايه يا استاذ علي خير انا بصراحة معجب بك جدا وعايز اتجوزك انت انسانة طيبة وكويسة قوي وانت عارفة حكايتي مراتي ماتت من زمان وما تجوزتش بعدها لكن انا دلوقتي محتاج حد يبقى جنبي حضرتك فجئتني يا استاذ علي وبصراحة انا لازم اخد رأيي بنتي فكري برحتك بس ارجوك ما ترفضيش على كويس ان انت لسه صحية عايز اكلمك في موضوع موضوع ايه يا ماما عم علي صاحب المطعم اللي انا بشتغل فيه طبعا انت عارفاه ايوة يا ماما طبعا عارفاه كويس فانت عارفة هو بيحبك قد ايه وبصراحة هو طلب يتجوزني وانا موافقة انا كمان موافقة يا ماما ده طيب قوي وبيحبني وانا بحبه جدا ودايما لما باجي عندك المطعم بيجيب لي شوكولاته وحاجات كتير انا عارفة ان انت بتحبيه عشان كده انا وفقت وكمان هنروح نعيش معاه في البيت بتاعه بيت كبير وجميل نورت البيت يا ليلة شكرا يا علي ايه ده بقى يا عم علي وانا مش منورة البيت ولا ايه لا طبعا يا حالة ده انت اللي منورة البيت كله وبعدين ايه عم علي دي بقى انا من دلوقتي بابا علي مش انت بتحبيني زي بابا طبعا بحبك جدا يبقى خلاص من دلوقتي انا بابا حاضر يا بابا يلا بقى نطلع ننام عشان انا بحضر لكم مفاجأة حلوة او الصبح وليه الصبح بقى يا علي ماينفعش تقول دلوقتي ارجوك يا بابا قولينا دلوقتي ايه المفاجأة ايه المفاجأة انا عارف مش هتسكوتوا غير لما تعرفوا ايه هي المفاجأة عجزتلكم اسبوع في اجمل فندق على البحر ياه شايف حالة فرحانة قد ايه ان شاء الله دايما تبقوا فرحانين ومبسوطين يلا يا ليلة احنا جاهزين ومستنيينك يلا ايه كل التأخير ده عاضر حاضر مستعجلين على ايه بجيب الشنطة وجاية اهو استنوني في العربية يلا يا حالة نستنى ماما في العربية يلا بينا على المستشفى انا متأكد المرة دي بقى الولد هيعيش ومش هيموت ايو ان شاء الله يلا بينا معقول برضو ايه ابني مات ايه اللي بيحصل لي ده انا مش عارفة اللي بيحصل لنا ده ايه بس ده قدق ربنا ولازم نرضى بيه انا تعبت انا نفسي خلف ولد انا تعبت حسين يا حسين انت رايح فين يلا يا ليلة عشان ما نتأخرش على معادي الدكتور بقى ان شاء الله تولدي وتقومي بالسلامة بابا هي لو ماما ولدت بنت حضرتك هتسيبنا وتمشي ليه بتقولي كده يا حالة ولد بنت كل اللي يجيبه ربنا كويس انا اهم حاجة عندي ان ماما تقوم بالسلامة وبعدين لو ماما ولدت بنت حلوة زيك كده انا هبقى مبسوط قوي بجد يا علي يعني انت مش هتقول نفسي في ولد لا طبعا يا ليلة دي حاجة بتاعت ربنا وكل اللي يجيبه ربنا كويس انا اهم حاجة عندي ان حياتي تبقى سعيدة ويلا بينا على المستشفى هيا دكتور طميني الحمد لله ولد زي الامر المهم ليلى الاول يا دكتور هي صحتها عاملة ايه هي الحمد لله كويسة والبيبي كمان كويس الحمد لله انا عايز ادخل اشوف ماما والبيبي الحمد لله على سلامتك يا ليلة هالله يسلمك يا علي نسمي البيبي ايه بقى يا بابا امتي يا حالة اللي هتختاري الاسم يلا اختارلنا اسم حلو بقى انا هسميه معاذ ايه رأيك يا بابا اسمي جميل اوي يا حالة خلاص انا هسميه معاذ فعلا اسمي جميل تاني تاني الكابوس يا علي مش معقول هاكيد فيه حاجة غلط ايوه فعلا فيه حاجة غلط وفيه سر كنت بخبيه عليك اكيد السر ده هو السبب في اللي انا فيه زمان انا كنت متجوز وحدة اسمها ليلة كانت طيبة اوي وكان عندي بنت زي الامر بس انا للأسد كنت بكره البنات كان نفسي في ولد وكنت بعملهم وحش اوي ولما خلفت بنتي تانية سبتهم من غير ما يعرفوا ومشيت ومعرفوش عني اي حاجة لكنت ببعت لهم فلوس ولا سألت عليهم ما عرفش هم فين ولا عرف محتاجين حاجة ولا لا انا ظلمتهم ومتأكد ان اللي بيحصل لي ده بسبب اللي انا عملته اللي انت بتقوله ده معقول تكون انت عملت كده يعني كنت متجوز وعندك اولاده ما قلت ليش وازاي تسيب اولادك ومراتك كده انت ما عندكش قلب ما عندكش احساس اكيد بسبب اللي انت عملته زمان انا مش ممكن اعيش معاك ابدا ارجوك يا ساميحة ما تسيبنيش ازاي يعني اني لو خلفت بنت هتسيبني وتمشي انا اللي هسيبك وامشي ويريد تطلقني انا مش ممكن اعيش معاك ابدا يا خسارة انا ظلمتهم انا لازم ادور عليهم واطلب منهم انهم ما يسمحوني معقول ما فيش حد في البيت غريبة قوي راحوا فين اعمل يدي الوقت انا حتى مش معايا ارقام تلفوناتهم وطبعا احنا دلوقتي في الاجازة يعني لو رحت المدرسة حالة مش هتبقى موجودة انا روحي المدرسة واسأل على عنوانها ايوة هو ده البيت يا طرى هيعرفوني وهيسامحوني ولا لأ ماما انا هخرج مع بابا النهاردة وهو وعدني انه هيشتري لي الموبايل اللي انا عايزاه هتخرجي معانا لا يا حبيبتي انا مش قادر اخرج انا كفية علي يا معاز وزن معاد ايه ده مين اللي بيرن الجرس اما شوف مين روحي يا حبيبتي افتحي ايوة حضرتك مين انتي حالة مش عارفاني يا حالة ولا ايه ايه ده حضرتك بابا ايوة يا حالة عرفتيني يا يا بابا حضرتك كنت فين كل ده سبتنا ومشيت معلش يا حالة يا حبيبتي اصلا كان عندي شغل كتير واضطرت اسافر ورجعت ها اه رجعت مين يا حالة انتي وقفة كل ده على الباب ليه يا حالة هي مش بترد ليه رحت فين مين يا حالة اللي على الباب ايه ده حسين ليلى ارجوك سبحيني يا ليلى وبعدين مش هتقولي اللي تفضل ولا ايه ها لا طبعا ماينفعش اقولك تفضل انت راجع بعد السنين دي كلها عايز ايه انت نسيت انك سبتنا ومشيت سبتنا وانا كنت محتجلك جدا انا وبناتي وبعدين مين اللي معاك ده وفين بنتي التانية انا حتى معرفش اسمها ايه بنتك انت جايب تسأل عليها دلوقتي البنت ماتت وهي صغيرة ماتت معقول انا ظلمتكم سامحوني وبعدين مين اللي معاك ده انت بعد ما مشيت وسبتنا وفضلت فترة غايب عننا رفعت قضية الطلاق واتطلقت منك ايه اطلقت ايه طبعا وربنا عوضني بانسان تاني طيب بيعملني كويس انا وبنتك وده ابني اللي انا خلفته معاذ ابني معقول كل ده حصل وكمان خلفتي ولد ودلوقتي بقى يا ريت حضرتك تتفضل وتمشي وتبعد عن حياتنا خالص طب ممكن ابقى اطمن على حلا حلا يا بنتي ايه رأيك تعيش معايا وهعوضك عن كل السنين اللي راحت وهعملك كل حاجة لا يا بابا انا مقدرش استغنى عن ماما انا هفضل عيشة مع ماما هنا بس هبقى جزورك اللي اقدر عمله دلوقتي يا حسين اني ممكن اخليها تيجي تزورك كل فترة يا ريت حلا يا بنتي دايما تسألي علي انا خلاص ماليش غيرك وهكتب كل فلوسي باسمك بعد اذنكم يا خسارة يا حسين هانت اللي ضيعت كل حاجة اشتركوا في القناة